هل يجوز الذهاب إلى المقابل يوم الجمعة؟ يعني يوم الجمعة كباقي الأيام طيب ألف زروها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لكن مسألة أنه تخصيص الأعياد بالزيارات هذه كالبدع التي منتشر بين الناسها الذي يحرم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألف زروها في أنها تذكر بالموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المبتدعة والمنافقين على الحوض وقال صحقا صحقا آه بعضا بعضا بينما أنه لم يدعو على الكافرين وقال لست بالعين هذه غير تلك هذه غير تلك لأنه أنه سلم يؤمل المقال وأنه سلم يؤمل أن يرفق بهم عندما لا يلعن أمام وجوههم ولا يطعن أمام وجوههم فأمل النبي بحسن الخلق أن يؤثر فيهم لكن المسألة حسمت في يوم القيامة ما فيش تأميل في شيء هم في النار في النار وأصالة الأولى موافقا لربه والسانية موافقا لربه تعرفون كيف مش فيه من قلنا بعيني القدر والشرع الأولى موافق لربه لأن الأدب وحسن الخلق ورد السيء بالحسن موافق لربه شرعا لأنه قال ادفعوا التي أحسن السيافة إذا الذي بينك وبينه عدوة كان موافق لربه والآن هو يؤمل الخير بحسن الخلق أن يؤثر فيهم فارجعون إلى ربهم والأخرى موافق لرب لأن الله قد حسم القضاء وبين له أن هؤلاء من أهل النيران فقال وافقت ربي صحقا صحقا مثل من إبراهيم وفقت ربي بريء من أبي مفهوم هذه غير تلك